السلام عليكم قبل شوي طلع تقرير الوظائف الامريكي اللي اشار لارتفاع في عدد الوظائف الجديد اللي اضاف الاقتصاد الامريكي باكثر من 300 الف وظيف اللي كان الرقم المتوقع بنفس الوقت ارتفعت نسبة البطالة بشكل طفيف الى 3.7% وارتفعت الاجور على اساس شهري وعلى اساس سنوي بنسبة اقل من المتوقع هذا التقرير تقرير بالنسبة الي تقرير ايجابي لانه اغلب البنود اللي في التقرير كانت اقل من المتوقع باستثناء عدد الوظائف لاضافة الاقتصاد الامريكي ومنستنتج من هذا التقرير عدد من النقاط المهمة اللي ان اضفنا الى تقرير عدد الوظائف المتاحة في الاقتصاد الامريكي اللي صدر خلال الاسبوع الحالي خلال يوم الثلاثاء اتوقع والاربعاء اللي هو الجولتز ادول التقريرين مع بعض بيعطونا قراءة واضحة عن وضع الوظائف في امريكا حاليا اول نقطة بنستنتجها بانه الاقتصاد الامريكي خاصة في ناحية الوظائف لا يزال في وضع نمو قوي رقم 300 الف وظيفة شهريا هو رقم ممتاز بالنسبة لاي شهر لكن انقاررنا هذا الرقم بالرقم اللي كان موجود في شهر 7 اللي هو حوالي 500 الف وظيفة امريكية اضافها الاقتصاد بنستنتج بانه لا يزال في نمو ولكن فيه تباطئ في النمو في عدد الوظائف المضافة في امريكا لانه انقاررنا الشهرين مع بعض شهر 7 كانت فيه نسبة البطالة 3.5% والاجور في شهر 8 كانت اعلى من شهر 7 بمعنى انه شهر 8 ارتفعت الاجور ارتفعت نسبة البطالة وعدد الباحثين عن عمل ولكن مع هيك الاقتصاد الامريكي اضاف فقط 300 الف وظيفة في المقارنة في شهر 7 وبالتالي الاقتصاد الامريكي من ناحية وظائف لا يزال في حالة صحية لكن واضح انه قرارات البنك المركزي الامريكي بدأت تتأثر شوي على الوظائف الاستنتاج التاني اللي نستنتجه من تقرير اليوم هو انه البنك المركزي الامريكي على الاغلب رح يكون مضطر انه يكون شديد في اجراءاته خلال اجتماعه في شهر 9 رفع الفائدة احتمال يكون بنسبة 3-4 نقطة المئوية انا شخصيا بميل انه البنك بعد تقرير اليوم رح يتوجه لرفع الفائدة بنسبة 3-4 نقطة المئوية ويضاف لهذا الاشي انه البنك المركزي الامريكي رح يبدأ يبيع سندات خزينة بحوالي 100 مليار دولار شهريا طرعا صندات الخزينة بالنسبة للناس اللي ما بيعرفوها هي طريقة من البنك المركزي حتى انه يسحب السيولة من ايدان المستهلكين باستخدام هاي الطريقة البنك المركزي بيكون متشدد اكثر في منح السيولة وعادة لما السيولة بتقل في الاسواق بتقل قيمة الاستس او الوصول ومن ضمنها الاسهم لذلك احتمال كبير انه قرارات البنك المركزي خلال شهر 9 يكون في الها تأثير سلبي على الاسواق لدرجة معتبرة وثالثا منستنتج بانه لحد الام الشركات الامريكية لا تزال تبحث ولا تزال تحقق النمو في ايراداتها وفي ارباحها وان كان هذا الاشي بنسب اقل من المتوقع او انه الشركات الامريكية بتشوف انه حالة التضخم الحالية او الخوف من الركود الحالي هي موضوع مؤقت ما راح يستمر لفترة طويلة لذلك لا تزال الشركات مستمرة في عمليات التعيين ولا تزال الشركات بترفع برواتب الموظفين لحد اليوم لانه لو قارننا الركود الاقتصادي او التضخم او الازمة الحالية سميها زي ما بتحب بالازمة اللي قبلها اللي هي كانت ازمة كوفيد 19 خلال ازمة الكورونا الشركات فصلت الموظفين الاجور اتراجعت وكمان ايرادات وارباح الشركات اتراجعت بدرجة كبيرة الفوائد اتراجعت وكل اشي كان متوجه نحو الانكماش بهذه المعادلة بنقدر نحكي انه احنا في حالة ركود الاقتصادي اما في الارقام اللي عم بنشوفها اليوم الشركات مو خايفة من ركود الاقتصادي بالعكس الشركات عم بتشوف فيه فرصة لتحقيق المزيد من النمو في الارادات والارباح ولا كانت الشركات ما عينت معظفين وهذا بيأخذنا لسؤال اليوم اللي هو هل الاسهم الامريكية وصلت للقاع هل بنقدر نشتري الاسهم الامريكية اليوم او لا والحقيقة انه تقرير اليوم مع انه ايجابي لكنه ما كان ايجابي بدرجة كاملة بحيث انه نقدر ناخد قرار حاسم بناءا عليها ومع توقع الشخصي بانه البنك المركزي الامريكا رح يكون شديد في رفع الفائدة خلال اجتماع القادم بيضل الامل في تقرير التضخم الCPI لون الCPI يتراجع في القراءة الماضية من 9.1 الى 8.5% واذا تراجع الCPI في القراءة الجديدة رح يكون اتليست في عنا ترند تنازلي في ارقام التضخم منقدر معها نرتاح انه التضخم ماشي في الاتجاه السليم ولازم نتذكر مع بعض بانه البنك المركزي الامريكي بصراحة بيواجهه معادلة صعبة لانه الاقتصاد قائم على معادلتين او على كفين كف التضخم وكف النمو البنك المركزي الامريكي عم بيحاول ان يحافظ على النمو ما ينزله بس بنفس الوقت ينزل التضخم لمستوياته الطبيعية طبعا هاي المعادلة كتير صعبة وامل البنك المركزي الامريكي انه يقدر يحافظ على النمو لكن اذا ما يقدر يحافظ على النمو فهو ما عنده مشكلة انه يحطم النمو في سبيل انه يحطم التضخم لانه هو بيعتبر التضخم اسوأ واكبر المشاكل على الاسواق في النهاية انا شخصيا لا ازال متفائل وبتوقع انه ان كانت قراءة السي بي اي القادمة اقل من المتوقع يعني ارقام التضخم الامريكية اقل من المتوقع انه احنا فعليا رح نكون وصلنا القاع خلال شهر تسعة او احتمال انه اصلا الاسهم ما تتراجع لمستويات شهر ستة فيكون القاع احنا اصلا وصلناه في شهر ستة ونقدر بعدها نرتاح في شراء الاسهم تذكروا انه بعد القراءة هاي اذا رفع البنك المركزي الامريكي الفائدة بحوالي نص الى 3 اربعة النقطة المئوية رح تتجاوز الفائدة مستويات الثلاثة في المية وبالتالي رح يكون الارتفاع شديد والتأثير رح يكون شديد على اقتصاد الامريكي لذلك انا بتوقع انه اغلب الرفع في الفائدة اريد انتهى وانه ما اضل الا جزء بسيط من عمليات رفع الفائدة من البنك المركزي ويضاف لهذا الاشي بانه اصلا لو صار ودخل الاقتصاد الامريكي في ركود رح نلاقي البنك المركزي بكل سرعة بيخفض الفوائد حتى يقدر انه ينهي الركود لذلك انا لا ازال ايجابي لكن الخلاصة بالنسبة لي اني انا ما رح اشتري اي سهم بناء على التقرير اللي تظهر معنا اليوم ورح انتظر لحت تقرير الـ CPI القادم قبل ما اشتري اي سهم ورح استثني من كل الاسهم سهم ابل اللي لاحظنا انه كان فيه ثبات في السهم خلال الاسبوعين الماضيين السهم اتراجع بنسبة حوالي 6 الى 7% في الوقت اللي تقريبا اتراجعت فيه والاسهم الثاني بدرجة كتير اكبر لانه المستثمرين متوجهين الى اعلان الايفون الجديد بايجابية كتير كبيرة لذلك انا رح اشتري سهم ابل اليوم كمضاربة او swing trade مؤقتة الى حد اعلان هواتف ايفون الجديدة ورح ابيع السهم من هنا لها ذاك الوقت لذلك انا رح اشتري سهم ابل اليوم ورح احتفظ في سهم ابل لحد اعلان الايفون الجديد بتاريخ 7-9 وبعديها عاد اذا بتيجي تقارير الـ CPI الامريكية ايجابية ممكن اننا ندخل في الاسواق من هنا لهذاك الوقت رح يكون في الان ان شاء الله لقاء تاني بطلب منكم الحذر الشديد خلال الفترة الحالية لانه اعلان امريكا مبارح عن منع شركات انفيديا و اي ام دي من بيع الشرائح للصين رح يكون في الو تأثيرات سلبية على الاسواق سواء على الصينية او الامريكية التوترات السياسية عم بتزيد وواضح كمان انه التوترات بين روسيا وبين الغرب عم بتزيد في توترات كتير كبيرة في الاسواق الاقتصاد غير مستقر واوروبا اصلا في حالة ركود اقتصادي والصين نفسها في حالة ركود اقتصادي لذلك ارجو منكم الحذر الشديد ولكن برغم كل هاي الاخبار الاقتصادية السلبية انا لا ازال متفائل بينهم ان شاء الله ممكن احنا نكون وصلنا القاع في شهر 6 او على الاقل بشهر 9 الحالي نوصل القاع وما يكون بعيد عن مستويات شهر 6 ان لا سمح الله كان تقرير الـ CPI اعلى من المتوقع اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله بشوفكم في حلقة قادمة